اهلا بكم في فيديو جديد هنشوف فيه ازاي نعمل الشنطة البسيطة دي هشتغل بخط سلسلة قطن سمك وخمسة ميلي وابرة ستة ميلي اعمل دايرة سحرية بالطريقة دي وبعدين اشتغل ستة حشو من قلب الدايرة السحرية اسحب طرف الخيط عشان اقفل الدايرة وفي اول غرزة ابدأ الدورة التانية واشتغل اتنين حشو في الحلقتين وعلم اول واحدة باقي الخمس غرز اعمل فيهم كلهم تزايد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة الدورة الثانية ستكون من 12 غرزة ابدأ الدورة الثالثة واشتغل حشو فردي في أول غرزة ثم تزايد حشو فردي وتزايد بيتكرر ست مرات فهيكون السطر الثالث ده من 18 غرزة الدورة الرابعة اتنين حشو فردي وتزايد نكررهم ست مرات فتكون الدورة الرابعة من 24 غرزة نشتغل الدورة الخمسة ثلاثة حشو فردي وتزايد يعني الدورة الأخيرة من 30 غرزة الست زوايا دول اتكونوا عشان التزايد كان فوق بعضه مع كل دورة وده المطلوب بالمشاكل دورة ترجمة نكسي وعشان التزايد ترجمة نكسي ترجمة نكسي سبق المركر بعد نهاية آخر دورة بتلت غرز او فوق الغرزة الاولى من التزيد الاول اشتغل قطع تانية بنفس الطريقة لكن لا نقطع الخيط نعمل 20 سلسلة وعند العلامة في القطع التانية اعمل سحب في حلقة واحدة ثم سلسلة اعمل 20 غرزة حشو اعمل 20 غرزة حشو اشتغل 10 غرزة حشو لما أوصل القطعة الثانية أعمل سحب في الغرزة اللي عليها الدور وسلسلة وارجع بعشرين غرزة حشو في الحلقة الخلفية مع نهاية كل سطر أشبك بغرزة سحب في الجنبين وأبدأ سطر جديد في كل مرة أعمل سحب في حلقة 1 في الغرزة اللي عليها الدور ونشتغل قدام كل غرزة من الجنبين لحد ما نوصل للعلامة ترجمة نانسي قنقر 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 هنعرف اننا اشتغلنا اخر سطف لما يكون فاضل بس 3 غرز في الجنبين الشنطة هيكون لها قاعدة لان الجنبين مش على شكل دايرة هم على شكل مضلع له 6 زوايا دلوقتي هنشتغل الغطة عدد غرز سطور الغطة هيكون اقل من باقي الشنطة عشان كده بعمل تناقص في بداية ونهاية اول سطر شكرا نهاية 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 شكراً لكم ثم نعمل 8 سطور مع عرض 18 غرزة شكراً لكم 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 جزيلاً لكم شكراً لكم شكراً لكم شكراً لكم شكراً لكم شكراً لكم الحجم أكبر زودت سطر كمان في قطعتين الجنبين ومشيت على نفس الخطوات شكراً لكم شكراً لكم